حسناً، ما حوالكم؟ شاء الله يارب تكونوا بألف خير ونعمة الناس لكل اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى هالي وأصحابه أجمعين قعدة نصور معكم بالكاميرا القدمية وأمس حكيت لكم عن المشكلة التي يفهمها أن الصوت يطلع وأن التصوير سيكون سابقاً لا يبدوش مع بعضهم سامحوني كان الفيديو هضايا بشي يطلع في حاجاتك مش عاديين وستحملوا الفيديو متاع اليوم نعملوا مسكوات الحاجات البسيطة التي نعرفها وقالي نعملها بعد ما نكمل المشي لبحر الحقيقة كما تعرفوا الواحد مهوش كما يكون واحد من الأول الحقيقة كنت نافحة على الأخر بالمسكوات كنت دوب من روح من البحر ونمشي دراكة نجري للفريجي دير ونشوف نعمل ما فيه تعمل للوجه ونحاول بل نقدر من ناحية السمورية وتصبغات والبشرة تتبدل كوريرا تتبدل على الأخر كل واحد يمشي للبحر برغم أني نستعمل إكرون وكيف نمشي للبحر أما والله العظيم شمسنا وهوانا وكل كدراج ما تعمل تسمار تسمار كما نعمل معكم ثلاثة حاجات نعملهم أكثر ثلاثة حاجات نعملهم بعد مرة واحدة يريكد من البحر نعمل الشوكولاتة اني ما عندي شوكولاتة باش نستبدله بالكاكاو وكين تحبوا تدخلوا على الانترنت وتعملوا شيرشة على الكاكاو وكين تعمل شوكولاتة بحب ذاتها وكين تعمل الوجه بعد التصبغات متع الشمس والحرقات البشرة يعني تعاون على الأخر بشكل السمورية تتنحى والقشرة المحروقة تتنحى بطبيعة ما نحكي من الاستعمال يولا اي ماسك تحب على نتيجة اي ماسك تحب على نتيجة اي ماسك تحب على الدوام لازم حاجة تدوم عليها انا قبل ما نحكي للكمش قداش كنت نحب المسكوات وقداش كنت مغرومة على الأخر بالوصفات الطبيعية ديما نلوج وديما نشوف الحاجات الجدد وديما نشوف هذي اما خير هذي ولا هذي حتى اقبلك يجيب حذية حد والله العظيم والناس اللي تعرفني يعرفوا لأي انا قداش كنت مغرومة بالمسكوات ولي يجيب حذية ذي راك ندهن لوجه والله ما يا حسرة يا حسرة انا قداش كنت في الحكاية عرفتوا كل الجماج هذي كان يعملوا ديمة لخاطر المكيوج وكل لا نحب شكين فهم مقشور ولا شيء تظهر في وجه والمسكوات الحقيقة لا نحب بهم كيف جملة كان عملت حاجة كباهية لا ندهن كريمة قبل ما نرقد ولا زيت معناها يكون به للوجه تذكروا كل وقت جاد نيكادو من عمد لطيفة قبل ما تحية كبيرة يا لطبة شكرا لقد اعتقدوا لقد اعتقدوا لقد اعتقدوا ومسكوات لقد اعتقدوا لقد اعتقدوا يعفت الي ام اعتقدوا زيت اراجان اراجان ام اعتقدوا لقد اعتقدوا لقد اعتقدوا زيت ايكا اعفتنوا ريحته تشبه قليلا للاقلوب هضايا البرشة هي نوعية مصنعة كما يقولون هذه معصورة في الوقت برشة نسم المغرب و الجزير كلمون قلون يراو هضايا زيت الأصلي نعمل قليلا ومتنع على وجهي أنا عادي توابش ندر خاطر برشة نعمل التقشير كيف نوريكم زيت تجاوز الهند ضغلي في البيت البانو خاطر دي ما نستعمل فيها لا زيت تجاوز الهند أما اللي تبيع في تونس مشكيف هيك برشة مرات نوريه لكم زيت تجاوز الهند أول حاجة لنبدأ برشة تواب أربع دقائق أول حاجة لنعملها أخذي قليلا سكر سكر العادي ونأخذ قليلا زيت اللي تحبوا نوع زيت وقليلا تحبوا كريمة المهم حاجة ترطب لكم السكر ويجب أن تجموا جمال كيف نعمل أول حاجة لجمال لاني مشتور واحد من البحار كيف تروحوا من البحار ماذا بكم تقشير ما تعملوش على خاطر البشرة تبدأ سنصيبها على الضخرة ودجاء أنتو ما تتمسوا حتى وجهكم ما تجموش حتى تتمسوه من الحراق اللي فيه القماج ها ضايمة تعملش نهالي انتو بروحة من البحار تخلي وجهك يرتاح شوية بروحة من البحار واليوم كيف نعمل القماج ها ضايمة برغم ما لي ببشرتي ما زالت تعبه شوية اما لازم نعمله ديما نحب نعمل القماج قبل ما نعمل المسك اما وكيد نطومها بشتراوحة من البحار تعملوا المسكوات اللي أبقاني بش نوريه لكم توق سترحي قادة نحكي برشة مركز اول حاجة بش نعملها بش نده نوجه بشوية زيتونة وقالها زيت جوز الهند وقالها زيت الأراجين ها ضايمة وقالها وقالها تخلطوا زيت بالسكر انا قبل ديما نستعمل زيتونة كي مكوفر عندي زيت ناني نستعملهم بش بشة تزيد تمس اكثر من زيت هاكم خاطر راني مش ديما وليت سبحان الله الواحد قدش يتبدل انا كنت مغرومة علخة بالمسكوات وليت معاشنا لاكي ترهم بشة وقت حسيرو خذيت توا هيك شوية سكر سكر بش نتهي وجه بش نتهي وجه بش نتهي وجه اسمعاني من احسن نجوم جهت يا سكر يا قهوة اما انواع اخرين اما انواع من اقرب المسكوات واقرب الحاجات اللي انا نعملهم ليا ايني حتى كان هم معروفين حسنا انا انا احبت ان انا نوريكم روتيني كيفاش نعمل بعد ما نروح من البحار ليس بعد ما نروح من البحار لانا نحاول اني نقص شوية مكسب ورية لاخديتها من البحار ورغم السكر قاعدة تحت ما مشكلتهم بعد ان نمسه النغة اضعت يديك انا نعمل فيها برجه خطرها متأسه عن لخة الشمس كيفاش نعمل هاتف سكر ذوي خلق قد منك تقرب فيه انه حاسس انه سكر يدوب بعد ما كملت جمالجه بعد ما تكملوا القماج الكنتما بحق هذا لتقاتل وقت الوقت اشط تخسل الجمال ونبدأوا ما تعملوا فيه نتسل المنزل من البصدر نتسل المنزل لان نتسل المنزل سوف نتسل المنزل لأن نتسل المنزل بعد ذلك سوف نتسل المنزل لا يجب أن تقوم بسرط فرق كمنا بالقمش المهم انه اغطيب على الاخر وكان فهم قصر ميتة ولا حاجة تتنحى وتوبش نبدأ الماسك الماسك متكوم من بطاطا وعسل وشوية قارس وكانت تحبو تزيدوه شوية فاقوس وهاتو نخلي لكم كيفية عملتو بالضبط قمت بطاطا صغيرة قشرتها وقصيتها قليلا لكي نرحيها ونزيد لها مغرفة عسل مغرفة عسل ونضع عسرق قارس صغيرة وكهو والذي عنده يعرف ان البشرة تتقلق قليلا من القارس حتى لا يوجد حساسية قمت بطاطا صغيرة حتى نرحيها خلطت البطاطا مع القارس وعسل قمت بطاطا صغيرة لكي نجم لكي نجم وجهي ويشده ويبدأ السائل كما جئ اعملتوها كاكيزي تعرفو البطاطا قد يشفه نسبة عن شيء يعني البطاطا من اهم الحاجات واكثر الخضرة اللي تبيض والعسل اللي تعرفو اللي العسل بكله فيتامينات وبايع على الاخر الوجه وبالحق محلها خاصة كي تقعد داوم عليه حتى كل يوم بكله فيتامينات ويعوضك الفيتامينات هكوما اللي ناخدوهم من الفرماسي وبالنسبة للقارس القارس يعطي بعد مدة مش من اول مرة راوي بيض القارس لازمو استعمال دائم ولازمو المواظبة بش يعطيك النتيجة اكثر حاجات بالحق اللي هي تعطي البياض بعض مدة هما القارس ونشيء واني اليوم عوثت عوثن شي بالبطاطا خاطر البطاطا بش تكون من اهم الحاجات اللي موجودين عنا في الديار نجمون شي مكونوش عندنا ومهيش موجودة عندنا هني بلي نقدر نحاول ان يجيب لكم حاجات قادرين انكم تعملوهم في الدار وموجودين في كل دا البطاطا والعسل اللي مهوش لازمت نجمو حتى تعملو كعب بطاطا وكهوب شوية قارس وتعملوه ماسك في مهكة وتو بقضة ربي مبعضنا جميع اخرى نشوفو الرزلتها خاطرين مش نقود تستعمل فيه جمعة ولا حتى اكثر اه بش نحاول تعملو فيه ماسكة ضايا فاقوس كنتم بتوفر عندكم مع البطاطا احيو مع الفاقوس الفاقوس اللي هو الخيار تحفون على الاخر نعرفوه للوجه ياسر طيارة من اكثر الخضراء اللي نجمو نستعملها للوجه تحفون على الاخر طو بش ناخو الخليطنا متاعي وبدأ ندهن على الوجه نحاول المعاكبة شوية وبدأ ببعضتن كي نمشي كنتمتن شوية نعملو بالكديم ببعضتن كي نمشي كنتمتن شوية نعملو بالكديم نتمشي كم احضر تنجمو زيادة البطاطا مغير حتى ما تقضوا ترحيوا فيها ولا حاجة تاخذ الرندلات متاع بدء البطاطا تقسمها رندلات وتاخذ كل رندلات اللي تحبها تفتاحها شوية رهوا الديما ونقول أن الحاجة معروفة للحاجة الطبيعية لا يوجد نتيجة فورية لا يوجد من أول استعمال لا يوجد نتيجة لا يوجد طول المدة لا يوجد استعمالات ومدى بكم ديما الدوام لا يوجد شكل تعمل الجمعة هدية بعد شهر ترجع تعمل ولا يجبها الدوام كما نقول اليوم بعض قدواتين خاصة الماسك الجماج يجب أن يعلق مرتين في الجمعة لأن البشرة تكون حساسة قليلا والسكر والقهوة ويزرحوا قليلا أما الماسك إن شاء الله حتى كل يوم يشراه كله منفع للوجه بالعكس الوجه ديما يبدأ يراوي ويبدأ هكذا وفيها نظارة بالحق يظهر الوجه التي تبدأ لها بي ويظهر الوجه التي تبدأ لها بي أنا كما وجهي عضي بارشة مثل هيتش ونشمشي نعمل الماسك ونقعد به قليلا ومن بعد نرجع الاخر الماسك نعمله بعد البحث الأهم ماسك في الفيديو متاع اليوم اللي هو الشوكولاتة وإلا الكاكاو إذا موجود عندكم وتوفر عندكم الشوكولاتة ذوقوا شوكو شوكولاتة وتزيدوها من غرفة مكلا اليوغورتة طبيعي يعني ما عنديش كاموغورتة لكم شوكولاتة باش نستعمل الكاكاو نفس نتيجة خديد شوية كاكاو وخديد شوية كاموغورتة طبيعية باش نخلطهم شوية مبعضهم ونادرنا على وجه هذين أحسن الحاجات التي تنجرون باش نحيلكم أكل سمورية متاع البحر مشتاع البحر مشتاع البحر مشتاع الشمس بسيفة نستعمل يدير وفي الماسكويت منستعمل مشاكل خاصة خاصة احنا يعني البنات اللي تقاننا نابسين الفلارة ديما عنا مشكلة انه البلاثة هي تبدأ من بعد الفلارة تبدأ بيضة شوية مستبيضة شوية وهذا يبدأ مسمر شوية موسيقى سوف نقوم بإمكانكم 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 وانهيكا وصلت بكم الآخر الفيديو سوف نتعرف الوقت بالنسبة للمسك البطاطا سوف نقعد به من 20 دقيقة إلى نصف ساعة بالعكس قد تقعد به وعندما تشيح البشرة سوف تقوم بإمكانكم بإمكانك البشرة والبطاطا لا تشترحها سوف تقوم بإمكانكم بإمكانكم سوف تقوم بإمكانك البشرة سوف تحضر عنها من 20-30 دقيقة وسوف نقوم بإمكانكم بإمكانكم أماكن من صورة لي لكنه لدينا نقوم بإمكانكم بإمكانكم بعد اصلت لها نظر ثم أسكين ثم نقوم بإمكانكم بإمكانكم امشي منها والله حوالي وبالنسبة للمشاكاتها للكاكاو تخليه اوم زاده من 20 دقيقة لنصف ساعة وماذا بكم تبدوون تخدمو فيه معناها على الوجه باش تزيد البشرة تدقيه شوية بالكاكاو وماذا بيكم اي حاجة تحبوا تتخذ مو على وجهكم خاصة الكريم ماذا بيكم تبدوا تهزوا في البشرة هكذا للفوق لخطر تعرفوا الواحد نهراخل باش يجلد ماذا بيكم انتم تنجم وتحالوا انكم البشرة تهزها للفوق باش ما تجلدش فيسعة يعني البشرة الجلدة ما تطيحش تتهز كي تتخذ مو الكريمة والحاجة تهزها للفوق الماسكويت كيف ما قلت لكم من عشق لدينا دقيقة لثلاثين دقيقة وبنسبة للكماش تقض وتخدم فيه حتى لدينا السكر تحسوا معناها بشوية وتتشوفوا الوجه قد يبدأ رطيه وقد يبدأ فيه لقم زيانة وبالرغم راني والله العظيم والله العظيم الماسكويت حتى درجة ما خليتهيش على وجهه على خطر قاعد نصور واني كنصب بيكم الاخر الفيديو ان شاء الله نكون فتكم حتى بحاجات بساطة نعرف الماسكويت اللي قدمتها لكم بتوء معروفة على الاخر واغلبيتنا نعرف القماجة بتاع السكر ونعرف القماجة بتاع القهوة اما انا جزء حبيت نطلع عليكم بحاجات اني نستعملهم ومساعديني على الاخر ويعطلوني في نتيجة تحفونة على الاخر ماذا بيا من نجيكم مش ماسك جديد وهو يكون نتيجته مهيش باهة هنا الحاجات اللي نعرفهم اني يفيدوا كما فتت روحي هاني فتتكم وان شاء الله نكون فتتكم في الفيديوها ضايا فوقاليتا وانكم شكلكم نلقافي امان الله ورعايتو بسلامة ونحبكم بشا مرشا